السلام عليكم مرحبا بكم معي في وصفة جديدة على قناة صفاء ديليس إن شاء الله سنحضر معكم طرطة بالفرولة سهلة جيدة سنحضر معكم عجين صابلي و كريمة باتيسياغ أو كريمة الكاسترد المنزلية كجيل جيدة بزاف و ناجحة نتمنى أنكم تجربوا هالطرطة لأن طريقتها سهلة ومداقها رائع بزاف إذا كنتوا تزروا قناة الأول مرة لا تنقلوش عليها بالاشتراك و تفعلوا زر الجرس و نضغط معكم مباشرة المقادر و طريقة التحضير سنحضر معكم أولا بعجين صابلي سنحتاجون له 250 جرام من دقيق الأبيض 125 جرام من زبدة بيضة واحدة 80 جرام أو 4 ملاعق كبيرة من السكر و من الأحسن أنكم تستعملوا سكر رطب أو سكر غلاسي أنا هنا ما توفرش عندي سنستعمل سكر سنيدة و يمكنكم أيضا تحنو شوية من قبل و غادي ولي على شكل سكر رطب و قبصة دي الملح فبالنسبة للطريقة كنا أخذوا إناء كنوضع فيه الزبدة الزبدة اللي خاصة تكون باردة غادي نضيف لي هالسكر و غادي نخلطهم مزيان مع بعض حتى يندمج لي هالسكر مع الزبدة هنا أنا غادي نستعمل غير يديا لي ممكن لكم استعملوا تراب يداوي أولا حتى تراب كهربائي هكذا في الأول كيبقى لكم من اختيار لكن يعني غير يديا لكم راها كافية باش غادي نعجنوا هاد العجين فمن بعد ما كنخلطوا الزبدة والسكر مزيان مع بعض حتى كيواليو هكذا على شكل كريمة فغادي نبدأ نضيف ليهم الدقيق الدقيق سبق لي و غربلته و من الأحسن أنكم استعملوا دقيق نوعية جيدة يعني اللي خاص بالحلويات و في هاد المرحلة فكنحاولوا نرملوا هاد الدقيق يعني كنحاولوا ندخلوا فيه كامل هاد الزبدة والسكر مزيان يمكن لكم استعملوا هاد طريقة يعني بليادين ديالكم بجوش بحل كتحاولوا هكذا تدخلوا هاديك الزبدة زيان مع الدقيق من بعد فكنضيف ليهم بيضة و قبصة ديالملح وكنحاول نجمع هاد العجين غير بأطراف الأصابع عجين الصابلي أو للعجين المرمل ما كيتعجنش نهائيا غير كنجمعوه فقط فكام قام استمره بها الطريقة كنجمع هاد العجين من بعد ما جمعته كيكون هادا و الشكل دياله فالان غادي ناخذوه و غادي نوضوه هكذا في بلاستيك غذائي و من بعد فكندخلوا طلاجة على الاقل واحد نصف ساعة يمكنكم تخليوا اكتر يمكنكم تخليوا ليلة يعني كام ليلة عندكم الوقت حضروه بليلة قبل و خليوا في طلاجة هكذا كيرتاح و الآن غادي نوضوه معاكم مباشرة باش غادي نحضروه كريمة الكاسترد أو الكريم باتيسياخ فغادي نحتاج لها نصف لتر من الحليب يو 25 جرام من السكر كيس من السكر فانيلا أو العودية الفاني ثلاثة من أصفر البيض غادي نحتاج 25 جرام من النشا أو المي زينة وهنا فغادي نستعمل 25 جرام أيضا من بودرة الكريم باتيسياخ أو الكريمة الحلواني اللي كيكون هذا هو الشكل ديالها وإلى ما توفرتش عندكم فمشي مشكل يمكن لكم تعودوها بالدقيق الأبيض فهدو ما المكونات اللي غادي نحتاجوا أول شي كناخدو كاسرول غادي نوضع فيه الحليب وغادي نوضعوه على النار غير كي يسخن غير كي يفيد او لا كي يغلق غير كي يسخن فقط وفهد الأثناء غادي ناخد إينا غادي نوضع فيه ثلاثة من سفار البيض يعني الكريمة الحلواني أو الكريم باتيسياخ ما كنستعملوش فيها أبيض البيض كنستعملو غير الأصفر غادي نضيف لها السكر أنا هنا سعملت 125 جرام من السكر لكي يبغي السكر أقل يمكن له يستعملو غير 100 جرام غادي نضيف قبصة ديالملح وكيس من سكر فانيلا هنا إذا كان توفر عندكم عود ديالفانيلا يمكن لكم توضعوه مع الحليب فغير بخلات يداوي كنخلطه مزيان السكر مع البيض حتى ما كان مقامش كنحسو بهذا السكر يعني كيدوب لنا شوية مع هذا البيض وكييولي على هذا الشكل يعني على شكل كريمة من بعد فغادي نضيف لهم النشا أو المايزينة وغادي نضيف بودرة الكريمة أو الكريمة الكاسترد إذا ما تفرش عندكم كليكم تعودوها بالدقيق الأبيض أو للفارينا بالنسبة للبنات اللي في الجزائر كنرجع كنخلطهم غير هكذا غير بشوية مع بعض حتى كيندام جولية فهذا الأثناء فكيكون الحليب سخن لنا كيكون هذا هو الخليط اللي حصلت عليه فغادي ناخد الحليب من بعد ما كيكون سخن غادي نضيف هكذا في الأول غير شوية وكنخلطوا مباشرة أو لا كتضيفوا منذ ما كتخلطوا باش هذا البيض يعني ما كيطيبش لكم بهديك الحرارة دي الحليب فهنا غادي نضيف بشوية بشوية وانا كنخلط في هذه الكريمة ضروري ما سبقه هكذا كتحركوا باش هذا البيض ما كيطيبش لكم ومن بعد فاكنا ناخد هاد الخليط وغادي نرجعوه مباشرة للكاسرول ومن بعد فاكنا نوضع هاد الكاسرول على نار نار تكون مهيلة وكم قاوم الصمرين في التحريك يمكنكم تحركوه سواء هكذا بطراب يداوي اولا بملعقة خشبية من الاحسن كتبقى وكتخلطوه فهاد الكريمة حتى كتتقال ليكم وكيولي هادا وشك ديالها ما كتغفلوش عليها يمكن لكم بعد ما تزولوها منعنا نار تضيفو لها هاد ملعقة صغيرة من الزبدة كتبقى اختيارية وكيكون هادا وشك ديال الكريمة كيف كتلاحظو ما كتجيش هكذا محرقة من تحت نهائيا اهم شي انكم متغفلوش عليها باش ما كتشكلش لكم كويرات اولا كتتحرق لكم من الزحت فهد الكريم باتيسيار المنزلية كتجي لدينا بزاف ممكن لكم تستعملوها لطورتات الحلويات اولا اللي بغيتو وممكن لكم تحضرو بها ايضا كريم موسلين اللي هي كتكون عبارة على كريم باتيسيار زائد سبدا اولا كريم ديبلومات اللي كتكون عبارة على كريم باتيسيار زائد كريم شانتي فهنا مباشرة من بعد ما كملت هكذا في الرغصة في واحد الاناء بهذا الشكل ومن بعد كان وضع هكذا فوق منها بلاستيك غدائي وكان وضعه مباشرة فوق منها يعني باش ما كان خليش الهواء هكذا كيدخل لها او لا باش ما كتشكلش لنا هكذا قشرة فوق منها فهنا كنخليها هكذا فوق سطح العمل حتى كدفالية ومن بعد يمكن لكم دخلوها التلاجة حتى كتبرد لكم زيان من بعد ما كتكون دازد قريبا نصف الساعة كيكون عجين صابلي يعني يرتاح وهذا هو الشكل دياله فهنا غدي نجب دوم تلاجة وغدي نحاول هكذا نسرحه كنوضع هكذا فوق سطح العمل قليل من دقيق باش ما كي لسقش لي هاد العجين ونفك نحاول نسرحه بالمدلك بالنسبة العجين الصابلي يعني روخا كيتشقق لكم هكذا من الجوانب ره ماشي مشكل كترجعو هكذا كتجمعوه باليد ديالكم وكتصرحوه يعني بطريقة عادية وخا كيتقطع لكم ره ماشي مشكل من بعد ما سرحته كامل فكتعبروه هكذا لحساب المول اللي غادي تستعمله ومن بعد كنرش المول بالقليل من دقيق وغادي ناخد المدلك وهو اللي غادي نلوي في هاد العجين باش يسهل عليها أن ينهزوه بلا ما يتقطع كناخد هادك المول اللي غادي نستعمل ديال لا طاقت او لا طرطة وكنوضع العجين بهالطريقة هدي اسهل طريقة ممكن تسهلو بها عجين صابلي يعني وخا كيتقطع لكم او لشي بلاسة هكذا من الجم كتكون ناقصة ره ماشي مشكل كتسهلو العجين من شي بلاسة كتكون زيدة وكتوضعوها في الجانب لكيكون ناقص ره ماشي مشكل ومن بعد ما كتوضعوه كتحاولو هكذا تقعدوه وكتضغطو عليه من الجوانب باش كياخدلكم هديك لفورم ديال لا طاقت من بعد ما كتقعدوه مزيان فبالمدلك كتضغطوه هكذا لالجوانب باش كتقطعوه هدي الجوانب اللي كيكونوا زايدين او لهاد العجين اللي كيبقى زايد وهد العجين ما كنا نرميوش يمكن لكم ديروه به هكذا طورتات صغار بهذا الشكل من بعد فكن ناخد هكذا شوكا وكنضغط بيها على هدلا طاقت باش ما كتنفخش ليكم او لكين حل اخر كتوضعو هكذا بابي كويسون من فوق من هدلا طاقت وكتوضعو فوق منها يعني اللي لوبيا او لشي حاجة اللي غاتتتقل لكم هدلا طاقت باش مكتنفخش ليكم ومن بعد فكن ندخلها مباشر الفرن كانتتشعل ليها من اول من تحت حتى كتتتخمر شوية ممكنكم تشعلوا ليها من فوق كتكوا مراقبين ها على ضغيئ كتتتخمر فهنا غدين نقطع معكم الفراغ اللي غدين كيف سنستعمل فهنا نقطع هكذا شرائح يكون يرقاق وفي نفس الوقت تقريبا كل فراولة نقطعها على ثلاثة بالنسبة للفراولة من الأحسن أنه يكون جديد يعني تشريه في نفس اليوم وتستعملوه لأن الملكة نخليه هكذا ممكن أنه ما يبقاش لكم هكذا زوين وحتى اللون دياله ما كيبقاش زوين بالنسبة للخيم باتيسياغ من بعد ما كتكون بردات تماما يعني كنخليوها حتى كتبرد ما كنستعملوها شوية ساخنة كننحرك هكذا غير بطراب يداوي وإلا بغيتوا تقسموا عليكم الخدمة فيمكن ليكم عجين سابلي وهذا الكيم باتيسياغ يعني يتحضروهم بلي لقبل وتخليوهم في طلاجة كي يبردوا ولغد لي هكذا تكملوا مراحل التحضير هكذا باش قسموا عليكم الخدمة لكم تصوي هكذا زربانين أو لجيينكم ضيوف فهنا مباشرة كناخد هاد الاتاقت اللي طيب ساك يكون هداوي شكل ديالها كتجي محمرة باش كتجي مقرمشة وفي نفس الوقت ما كنحمروهاش بززاف كيكون هكذا اللون ديالها دهبي فكناخد هكذا مباشرة هديك الكيم باتيسياغ وكنوضعها بهذا الشكل وكنحاول هكذا نسرحها وننخليها طبقة متساوية وهنا مباشرة فغادي نوضع الفارولة بنسبة الفارولة كتحاولوا تختاروا في الاول هدوك القطع اللي كيكونوا شوية طوال او لا شوية كبار هما اللي كتوضعوا هكذا من الجوانب يعني غالبا كيكونوا هما القطع اللي كيكونوا في الوسط ديالفارولة ماشي الجوانب وكتحاولوا تزينوا بهذا الشكل فبنسبة للتزين هذا غير اقتراح ممكن لكم تزينوا باي طريقة كتتفضلوا يعني على حسب دوقكم فكنستمروا بهذا الطريقة يعني انتم ما غادي الوسط انتم ما كتحاولوا تختاروا يعني هكذا القطع يعني من الكبيرة للصغيرة وكنستمر بهذا الطريقة حتى غادي نكمل التزين ديالتورته كامل فكتش فمن بعد ما كنكملوا التزين ديالتورطة بهذا الطريقة هنا يمكنكم التزين هاد الفارولة بالناباج الى توفر عندكم انا هنا متوفرش عندي فادهنتها بالعسل يعني العسل تهو غادي خلي لنا هدك اللامع الفراولة وفي نفس الوقت كي اعطينا مداق زوين يعني كيخلي هد الفراولة تجي حلوة اكتر فكتاخدوا ملعقة كبيرة دي العسل او لدي الناباش كتوضعها كده في مقلات على نار وهي اللي كتدهنوا بها بهد الشكل في الاخير فازينت هكده باوراق من النعناع اللي كنغسلوهم ازيان وكننشفوهم باش كده كده كتونا الوان زوين على هدل لاتاقت ما كيبقاش فيها غير احمر كان وضعو الاخضر ايضا ويمكن لكم هكده تحصابو بها في اللاجهة او لا تقدموها هكده مباشرة كنتمنى ان هتنال اعجابكم وتجربوها حضرت معكم يوم طورتا او لاتاقت دي الفراولة طريقة سهلة وناجحة بكريمة الباتيسيال المنزلية كجيلية هده بزاف كتمنى انكم تجربوها فإلى عجبتكم وصفتنا لليوم ما تنساوش ديرو الياجا امتبا اقتاجوا الفيديو ما اصدقائكم وإلا كنتوك تزوروا القناة الاول مرة ما تبغلوش عليها بالاشراك وتفعلوز الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات بنسبة المقادر فأكيد غاد نخليهم ليكم مكتوبين لتحت صندوق الوصف وما بقاليا غير نقول لكم نخليكم مع الصور ونطلقوا في فيديو جديد ووصفات جديدة ان شاء الله خليتكم على خير اشتركوا في القناة